معي من إربيل سيف الشمري منصق شؤون الإغاثية في المشروع العربي مساء الخير أهلا بك معنا سيد سيف طبعا ليس بجديد الحديث عن معاناة الأطفال بظل الحروب نتحدث اليوم تحديدا في العراق ولكن وفق ما ترصدونه أنتم هل ممكن أن نقف قليلا على عدد نازحي الأطفال ووضعهم إذا ما تحدثنا عن معاناة جسدية بداية قبل أن نتحدث عن تأهيل فكري الذي ذكر في التقرير أيضا مساء الخير لحضرتك ولمشاهديك الكرام طبعا من خلال تواجدنا في الميدان من خلال حملاتنا الإغاثية للانزحي مدينة الموصل سواء بالجانب الشرقي أو بالجانب الغربي لاحظنا حالات عديدة جدا وكثيرة جدا من الأطفال الذين يعانون من صدمات ومن آثار جسدية نتيجة الحروب الدائرة هناك مثل ما ذكر تقرير منظمة العفو الدولية ونحن من خلال مشاركتنا بالاجتماعات الدورية للمنظمات الدولية المقام في أربيل على الطلاع على هذه التقارير ونحاول قدر الإمكان توفير كل الدعم الذي يمكن توفيره سواء العلاج الطبي أو التوفير العناية الصحية المطلوبة لهذه الحالات من خلال الأطفال لأن شريحة الأطفال هي شريحة مهمة جدا بالنسبة أن نحس بها أن هذه ثمرة جيل قادم يجب الاعتناء بها والاهتمام بها ومحاولة إزالة الظلم الواقع عليها من خلال هذه العمليات العسكرية والحروب التي تعيشها المنطقة نعم لو أمكن أن نتحدث بتفاصيل أكثر عن هذه الجهود القيمة التي تحدثت عنها أحضرتك بموضوع العلاج تقدمون مساعدات كيف يتم هذا التقديم لأي عدد نتحدث عن تقديم ماذا كوادر طبية مستلزمات طبية وماذا غير هذه بالشق الطبي ما المساعدات التي توفرونها طبعا من حسن الصدفة اليوم اللقائي مع قناتكم كانت مباشرة بعد عودتي من مخيمات النزوح في مدينة الموصل اليوم كانت حملة كبرى لدينا قدمنا بيها مساعدات متعددة غذائية إغاثية قدمنا ملابس واحتياجات للمرأة والطفل والرجال للنازحين الجدد اللي وصلوا حديثا لهذه المخيمات اليوم عيادة ميدانية مفتوحة بالمخيم تحتوي على أكثر من 15 طبيب مختص بشتى مجالات الأمراض عالجنا العدد يعني لحد ما انتهت الحملة عدد الحالات اللي تم توفير لها علاج وأدوية وإحالة إلى مستشفيات أربيل تجاوز الأربعة آلاف حالة بين امرأة ورجل وطفل على كافة المراحل الأمراض والأدوية إضافة إلى اليوم كانت عندنا زيارة إلى مدارس موجودة في مخيمات النزوح مخيم حسن شام ومخيم الخازر قدرنا نوفر لهم قرطاسية وملابس وهدايا للأطفال محاولة منها لإدخال البهجة لهذه الأطفال اللي بصراحة انظلموا وظلم كبير بعد أنه خرجوا من معاناة حصار الإرهاب دخلوا إلى حصار المخيمات وانحصار الموارد عنهم سواء موارد الغذائية موارد التعليم موارد الحياة وكان لمكتب المرأة عدنا اليوم بصراحة وقفة جميلة جدا من خلال توفير عيادة الأسرة توفير مرشدات تربويات يتكلمن مع الطالبات وأولياء أمورهم فيما يخص المشاكل اللي يواجهوها أثناء دوامهم وتواجدهم في هذه المخيمات ما هي أبرز هذه المشاكل التي تذكر؟ طبعا أبرز المشاكل اللي اليوم تم ذكرها هي الصدمات اللي يعانون من آثارها لحد الآن هذه الطالبات اللي يتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 16 سنة بعد أنه شاهدوا وعايشوا أهوال الحروب يعانون من كوابيس شفنا اليوم حالات أنه صعوبة النطق نتيجة اللي شافوه نتيجة فقدان أشخاص عزيزين عليهم من أقاربهم الدرجة الأولى وأهلهم كل هذه الحالات تطلب عناية مكثفة ورعاية دائمة محاولة لإزالة هذه الآثار عنهم موضوع التقديم من أجل رفع المعنويات الذي وقفت عليه أيضا حضرتك سيد سيف توزيع الهدايا وما إلى ذلك هل من خطط إضافية بهذا الإطار نتحدث عن أي عدد من المدارس التي تخططون للتوجه إليها للقيام بنفس الموضوع لهذه المبادرة محاولة رفع معنويات الأطفال نحن مستمرين في نشاطاتنا بالجانب الأطفال والتعليم من خلال المدارس التي افتتحها المشروع العربي في مدن أربيل وسليمانية ودهوك لاستقبال النازحين منذ 2014 هذه المدارس استوعبت العدد يزيد عن 25 ألف طالب وطالبة وكانت هناك اهتمام شديد من قبل المشروع في هذه الشريحة المهمة من الطلاب اليوم أثناء النزوح الموصل كان لدينا نشاطات لإعادة تأهيل العديد من المدارس في الجانب الشرقي المحرر من مدينة الموصل من خلال تنظيفها وإعادة أحياءها وترميمها نتيجة آثار العمليات العسكرية الجارية هناك وعند بدء الدوام في هذه المدارس تم تقديم بعض الهدايا وتشجيعهم على بدء الدوام من جديد وإزالة كان هناك تحت ضغط شديد لأنه كانوا يدرسون تحت مناهج وضعها تنظيم داعش الإرهابي فنحن من خلال هذه جهودنا نحاول نشجعهم على البدء من جديد تشجيعهم بهدايا تشجيعهم من خلال فعاليات معينة يقومون بها المكتب التعليمي اللي يتواجد في الجانب الشرقي وكذلك في المخيمات على الدوام يعني احنا اليوم كمنا الحملة السابعة عشر من حملات إغاثة النازحين للموصل على كل الجوانب سواء مستوى الغذاء والدواء والصحة والتعليم يعطيكم العافي شكرا جزيلا لك من إربيل سيد سيف الشمري منصق شؤون الإغاثية في المشروع العربي